الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فلقد استمتعت وشرفت واستفدت من اللقاء المبارك الذي عقده أستاذ عبدالله المديفر مع معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لقد وفق كما هو دأبه ووفقه الله في وضع النقاط على الحروف والإجابات المسددة على الأسئلة في هذا الحوار وتوضيحي كثير من المسائل التي ربما لا يعرفها البعض من الناس وأقولها كلمة حق إنه لقاء مسدد ولقاء مبارك جل كثيرا من المواقف التي لا بد من تجليتها والتي قد تخفى على كثير من الناس ووضع الحلول لكثير من التساؤلات ووضح ما تقوم به هذه الوزارة المباركة من مناشطة علمية وبرامج موفقة تتجاوز الملايين من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات وورش الأعمال والتوعية في الحج والعمرة وإجابة السائلين وما إلى ذلك مما أوضحه معاليه ووفقه الله وأيضا يضاف إلى هذا كله الإجابة على المشكلات التي يتصورها البعض خطأا وعلى بعض أسباب تشويه سمعة الوزارة أو المسؤولين فيها من قبل أرباب الحزبيات المقيتة كحزب الإخوان والسرورية ومن نهج نهجهم من الأحزاب المنحرفة عن الجادة والمبتعدة كل البعد عن المانجنج الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية من الاعتدال والوسطية والقيام على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فجزاف الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وأعظم له الأجر والمثوبة ونسأل الله تبارك وتعالى لهذه الزيارة المباركة مزيدا من التقدم والرقي والتوفيق لخدمة المسلمين في داخل المملكة وخارجها جزاه الله خيرا ووفقه وسدده وأخذ بيده لما فيه الخير والصلاح إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صالح بن سعد السحيمي ترجمة نانسي قنقر